اشتركوا في القناة تحافظ 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 تلحق ضرر اقل من الشاشات الاخرى لا شكلك لبناني ايوه طرعنا احنا في لبنان احنا في المغرب ما يصير انك انك اسلم لي على هيفا اول شي سلم لي على هيفا عشان انا بحب هيفا ثاني شي سيد كغول احب اقول لك ان احنا هنا في المغرب ههههه اوكي صديقي مسألة لا اعتقد ان هذه المسألة مسألة افتخر بها لانني لو لا مكوتي لساعات طويلة امام الحاسوب اعتقد ما كنت لي اكون امير رغيب اليوم لم يكن هذا الحاسوب صديقي اليوم في الامس ما كنت استطيع ان اعرف طريقة تشغيله بشكل جيد اليوم وان يغير حياتي اليوم يمكن انه في شبابي لم اكن لم اكن شخص اجتماعي لم يكن لدي اصدقاء وكان الصديق الوحيد هو الحاسوب مسألة المشاكل الصحية التي اعاني منها اليوم بسبب الحاسوب يمكن لانه راجع لعدم الاستخدام العقلاني للحاسوب اذا كنت اقول او اذكر في العديد من اللقاءات حتى التلفازية على انني كنت لا انام الا ساعتين و الا اربعة ساعات في اليوم فلم اكن ابالغ يعني كثير من الليالي مضيتها نمت ساعتين وفي تلك الساعتين كنت افكر في شيء ما فبالتالي يعني كل هذا كان له ناصيب في ما انا عليه اليوم شيء الذي ندمت عليه يمكن ان اقول على انني لم اكن اعرف باهمية الصحة يعني لم اكن اقدر الصحة التي كنت اكتسبها في زمن ما يمكن الان ندمت عليها لانه عندما المشكلة هو انه عندما تحقق اهداف بعد ذلك يعني قد تندم على بعض التنازلات التي قمت بها يعني مثلا اكون امير رغيب اليوم قدمت التنازلات من بينها انني تنازلت عن صحتي يمكن انك ترجع الى فيديوهاتي في سنة 2009 ستعطيك فكرة واضحة عن الصحة راه كنت هيكل عظمي اذا صح التعبير هيكل عظمي ارجع الى 2009 هيكل عظمي يتحدث اليوم اعاني من ممكن ان هذه المسألة بدأت تعالج يعني اعاني من الاعصاب المسألة الحمد لله تجاوزتها نسبيا اعاني من العين اعاني من الطهر عانيت من سوء التغذية لكن انا شخصيا لا انصحك يا صديقي بان تتابع نفس نفس ما صاري لانه لانه ستندم بعد ذلك كما ندمت ستندم وبالتالي سيكون تمن غاليا هذا ما يمكن انا اقول لك يا حبيبي وسلملي عاللبنان سلملي عالهايفا ما تنسى هيفا دخلك ما تنسى هيفا موسيقى 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 موسيقى